بالتزامن مع ترأس روسيا مجلس الأمن الدولي قدمت ألمانيا وبلجيكا والكويت مشروع قرار يأمر بوقف القتال في إدلب من دون الإشارة إلى محاربة الإرهاب فأسقطت روسيا والصين بفيتو مزدوج مندوبة الولايات المتحدة حملت روسيا المسؤولية عن ترد الأوضاع الإنسانية في إدلب برهنت روسيا بموقفها أنها غير مختلفة لحماية المدنيين في سوريا كروفت التي لم تتناول تأثير العقوبات الغربية على أوضاع السوريين ولا على المناطق الواقعة تحت احتلال القوات الأمريكية جاءها رد صارم من روسيا لدينا وقف لإطلاق النار أعلن عنه في الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الماضي وأول من خلقه كانت طائرة الولايات المتحدة الجلسة شهدت المزيد من السجالات حيث استجاب مندوب سوريا لطلب سابق من مندوب الكويت بعرض أجلة على تورط جماعات سلفية في الإرهاب داخل سوريا هذا إعلان وزعته الحركة السلفية في الكويت وفي صور كويتيين تحت عنوان ويج وور جهاد فور سيريا كمعرض الجعفري وثائق أخرى من مصادر إعلامية ومراكز دراسات أمريكية تثبت ضلوع كويتيين في تمويل الإرهاب لكن مندوب الكويت اتهمه بالتشهير بدولته ولكن هو يتطرق إلى تصريحات صدرت عن أشخاص منذ تقريبا سبعة سنوات ويحاول بشكل أو بآخر أن يلصق تهمة الإرهاب بحكومة الكويت أمر نفاه الجعفري الذي أبدأ حرصه على أفضل العلاقات مع الكويت وخلال الجلسة طرحت روسيا والصين مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية إلى إدلب مع مواصلة محاربة الإرهاب لكنه لم ينل الأصوات التسعة الكافية بالرغم من المعرفة المسبقة بأن مشروع القرار الكويتي البلجيكي الألماني سيواجه بفيتو من كل من الصين وروسيا لأن الدول الغربية أصرت على طرح التصويت وذلك من أجل إحراجهما بدلا من تهيئة الأجواء لحل فعلي في سوريا نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين